يخلص عندنا بعد كل هذه البيانات العقيدة السليمة مدارها مدار إمام زماننا العقيدة السليمة هي العلاقة السليمة مع الحجة ابن الحسن هذه العقيدة هي التي تكون سببا لنجاتنا في الدنيا ولنجاتنا في الآخرة كل التعابير التي مرت تتحدث عن هذه الحقيقة الحكمة معرفة الإمام هل عرفت إمامك حسبك إذن لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه القلب السليم هو القلب الذي ليس فيه إلا الله القلب الذي يلقى صاحبه ربه وليس فيه أحد سواه هذا هو القلب السليم بحسب تعريف صادق العترة صلوات الله عليه كل المضامين التي مرت تصل بنا إلى هذه النقطة القلب السليم القلب الذي يجتمل على العقيدة السليمة والعقيدة السليمة هي العلاقة السليمة مع إمام زماننا إذن هذا هو المدار وهذا هو الأصل وهو تطبيق علمي دقيق وتطبيق عملي دقيق لما جاء في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإن المدار هو هذا وإن الأصل هو هذا وإن الحق هو هذا وإن المعرفة الصحيحة الكاملة التامة هي هذه العقيدة السليمة هي العلاقة السليمة بإمام زماننا ولهذا فإننا نقرأ في دعاء الندبة ما نقرأ من حقائق مضامين العقيدة بشكل واضح حينما يقول الدعاء الشريف أين معز الأولياء ومذل الأعداء قطعا الأولياء هم حملة القلوب السليمة هل هناك من شك في ذلك إنني أتحدث في أجواء عقيدة محمد وآل محمد لا أبالي بما يقوله الآخرون من مخالف محمد وآل محمد أو من مراجع الشيعة وفقا للتشيع المرجعي السبروتي في أجواء عقيدة محمد وآل محمد قطعا الأولياء هم حملة القلوب السليمة القلوب السليمة على مراتب كل بحسبه قل كل يعمل على شاكلته على نيته على نيته على مضمون قلبه فكل بحسبه ومن هنا يأتي الحساب وتأتي المداقة يوم القيامة وفقا لمضامين العقول والقلوب التي تختلف من شخص لآخر إن كان ذلك في دائرة الأولياء أو كان ذلك في دائرة الأعداء على أي حال أعود إلى الدعاء الشريف أين معز الأولياء ومذل الأعداء الأولياء قطعا هم أصحاب القلوب السليمة الدعاء الدعاء نفسه يبين لنا من هم هؤلاء الأولياء نستمر في قراءة الدعاء أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه 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 يتوجه الأولياء إذن هؤلاء هم الأولياء هذا هو تعريفهم الأولياء هم الذين يتوجهون إلى وجه الله من هو وجه الله إمام زماننا الجملة واضحة حينما نقول أين وجه الله أين بقية الله هذا كتاب الاحتجاج وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم إنها الطبعة ذات الجلد الواحد الذي يجتمل على الجزعين صفحة ميتين واثنين وخمسين من كلام طويل مفصل لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث في بيان مضامين مجموعة من الآيات إلى أن يصل في هذه الصفحة في الصفحة الثانية والخمسين بعد المئتين وهو يتحدث عن محمد وآل محمد فماذا يقول يقول وهم وجه الله محمد وآل محمد هم وجه الله وهم وجه الله الذي قال فأين فأينما تول فثم فثم فهناك فثم وجه الله يستمر أمير المؤمنين في كلامه هم بقية الله يعني المهدي هذه كلمات الأمير ما هي كلماته ماذا يقول سيد الأوصية وهو يتحدث عن محمد وآل محمد وهم وجه الله الذي قال فأينما تول فثم وجه الله هم بقية الله يعني المهدي كلامهم واحد نورهم واحد طينتهم واحدة أصلهم واحد إنهم الكلمة الواحدة الأحدية الأولى التي صدرت من الذات الأحدية الأولى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء الأولياء هم الذين يتوجهون إلى وجه الله كيف يتوجهون هل يتوجهون بوجوههم هذه قطعا هذا جزء من الأدب العارض التوجه يكون بالقلوب أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء يتوجهون إليه بقلوبهم إنها القلوب السليمة التي تحمل العقيدة السليمة ألا تلاحظون أن هذا المضمون يحاصرنا في كل الاتجاهات العقائدية بعيدا عن الاتجاهات العقائدية لحوزة النجاف تلك الاتجاهات التي تأخذنا بعيدا جدا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أين معز الأولياء ومذل الأعداء من هم الأولياء هم الذين يتوجهون إلى وجه الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء يتوجهون بقلوبهم بقلوبهم السليمة القلب السليم هو القلب الذي يتوجه إلى الحجة ابن الحسن فقط هذا هو القلب السليم أما هؤلاء الذين يتوجهون إلى عجولهم البشرية فما هم من الأولياء قد لا يكونون من الأعداء وإنما يكونون من أولئك القذرين الطفسين من تلك القمامة إنهم قمامة الشيعة إنهم القذارة والطفاسة بعينها لا لا يصلحون أن يرافق إمام زمانهم هذا في أحسن أحوالهم وإلا فسينقلبون ضده حسدا وحقدا وكمدا على أولياء علي وآل علي هذه هي الحقائق التي تجري على أرض الواقع الشيعي في القرون الماضية وفي هذا القرن وفيما سيأتي ولذا سيخرجون ألا لعنة الله عليهم سيخرج مراجع النجف ستخرج عمائم النجف بكاملها لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ألا لعنة الله عليهم سود الله وجواهم أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا الوجه بحسب القرآن في سورة البقرة وفي الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من هذه السورة ولله المشرق والمغرب والحديث هنا عن المشرق والمغرب حديث عن كل الاتجاهات ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ماذا جاء في آخر الآية إن الله واسع عليم يحيط علمه بكم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه رؤية الإحاطة ورؤية الإحاطة هي العلم المحيط الواسع الذي لا حدود له والذي تجلى من الله فيهم اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه فهل في علم الله درجات هذا العلم الأنفذ هو العلم الذي تجلى في الحقيقة المحمدية وإلا فليس في علم الله درجات فهناك من علم أنفذ وهناك من علم هو دونه اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه هكذا نقرأ في أدعية الشهر رمضان في هذه الليالي اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ اللهم إني أسألك بعلمك كله ولله المشرق والمغرب فأينما تول فثم وجه الله هذا هو القلب الذي ليس فيه إلا الله أينما توجه فإنه على صلة بوجه الله هذا هو القلب السليم وهذا القلب السليم حينما يكون بهذا الوصف بسبب ما اجتمل عليه من عقيدة سليمة في هذا البرنامج أحاول أن أضع بين أيديكم ما أستطيع أن أضعه من صحائف العقيدة السليمة في الحلقات القادمة بعد أن أكمل الحديث في هذه المقدمات لازلت أتحدث في المقدمة الثانية وستأتينا تباعا المقدمة الثالثة فبعد أن أكمل حديثي في المقدمة الثالثة سأفتح لكم صحائف العقيدة السليمة بحسب فهمي بحسب توفيقي إن كنت موفقان نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر